الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أما التطبب عند طبيب كافر فجائز إذا كان أمينا والأولى الطبيب المسلم لكن إذا لم يوجد الطبيب المسلم الثقة جاز التطبب عند طبيب كافر بقيد أن يكون خبيرا وأمين ومن الدليل على ذلك القياس على ما ورد في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة استأجر رجلا من قبيلة يقال لها بني عبد الديل هاديا خريتا عالما بالطرق علما جيدا وكان هذا الرجل كافرا كان هذا الرجل كافرا فاستجره النبي كدليل في طريق الهجرة ومعلوم أن هذه من الخطورة بمكان كبير ولكن إذا علمت أمانة الشخص وأنه لا يغضر ولا ينقض العهود جاز مثل ذلك فإذا علمت أمانة الطبيب الكافر جاز التطبيب عنده والله تعالى أعلى وأعلم